أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن التدخم في بريطانيا سجل 7% في شهر أبريل الماضي ليبتعد بشكل كبير عن مسهدف بنك إنجلترا بـ 2% هذا وقد حضر وزير الخزانة البريطانية ريشي سونعك بفرد درائب على شركات الطاقة الكبرى في حال سبوت ضلوعيها بارتفاعات غير مبررة في الأسعار وذلك بعد أن شهدت المملكة المتحدة العديدة من المشاكل التي تواجه البريطانيين منذ عام 1956 لسبب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتدخم وانغفاض دخل الأسر